موسيقى لا لهم مرض اللي بتباول لها إراضي من كتر الرعب اللي بيشوفوه الشبح الخافي ده اللي هو كان ساعتها ملازم أول معتز شرقاوي اللواء معتز شرقاوي فيه ما بعد واحد من أبطال الصحقة واحد من أبناء الكتيبة 43 صحقة أنا بعتقد الكتيبة دي محظوظة دايما بقول كده من ربنا ادهها كل العملات الحلوة كانوا هم أد هذا كلامه ومن من أول رسل أشي كده ونمشي بقى بالموضوع لغاية الكتيبة دي تعمل عملية هائلة ليدا كان فرضه محتز شرقاوي اللي بتاعة لسان بور توفيق اللي كان موجود معايا اللواء دكتور أحمد شاوي قائد الكتيبة 43 صحقة وقتها وكان ساعتها رئيس للعمليات كان العقيد صالح فضل رحمة الله عليه اللي هو فيه ما بعد ويعني لما نتكلم على مع حفظ الألقاء بقى صالح فضل نتكلم على واحد من أسد من أسود السعقة المصرية وليش مصر لما نتكلم بقى على أحمد شاوي ونتكلم على المتازل الشرقاوي ونتكلم على المنموعة 39 نتكلم نتكلم أنا برضو برجعب أقول إن احنا بنحاول النهاردة يبقى فيه مساحة للنمازل الإجابية في حياتنا علشان خاطر الشباب اللي تايه واللي مشو أخد باله يعرف أنه منصل برجالة وبعدين نحن شوف ما أنا بقول وإحنا بنحكي الحكايات دي وإحنا بديه من عشر رمضان أراد الله أن يوم واحد يقول لي أن تحصل معركة كبيرة ليدا اللي كان في سيناء وكان فيها مكر شديد وطبعا عارفين في سيناء اللي بيحصل في سيناء دول ومخابرات أراد الله أن احنا نشوف نفس البطولات ونفس الكفاءة ومع تطور الزمن حليها أعلى ونفس الحكاية تحققت في سيناء ده بمعناه إيه أن هناك تراكم خبرات وتوارس الخبرات وأن هذا اللي ليش بيستقي خبراته أنه ده أقدم ليش في التاريخ أقدم ليش نظامي من زمان احنا عمر مصر فوق الارمعين ألف سنة من سبع تلاف سنة زي ما دي حكوا علينا مصر دي عظيمة والشعب المصر العظيم ده هو اللي طلع هذا اللي ليش العظيم بشيخ خير يا سيد اللوح أهلا حضرتك كيف أن الحمد لله وانت طيب أنت عندك يعني حالة كتيرة أنا وانا عايز النهار ده وإحنا سبت الله معتز وإحنا بنكلم وفي الفترة بتاعة حرب للسنزاف أنت عملته عملية اللي هي اللي عملية أنت عملتها اللي هو الكمين النهاري اللي كان 14-15 يعني عديتهم 14 بليل ونفسه العملية أنا بقول أن ليش مصر أو قوات المسلحة المصرية وتحديدا قواتها الخاصة قدمت حالية لديدة ما كانش موجود في القموس بتاع يعني معروف أن الأغارة مثلا لا بد أن تكون بدون تحضرات وبدون مركبات ما فيش صوت بتروح أنت بالراحة عشان تعمل الأغارة مضبوط هم أنتو تيدي تأفلقونا في اللسانة تمساح طرعين بالنهار وعملين زيطة وكلام ده كله وتنرح العملية ويموت 46 واحد أما تيدي سيادتك تيدي تطلع تعملوا كمين فتعملوا الظهرية 12 الظهر على بعد 10-12 كيلو بقى برضو ده حدوتة من الحادات اللي احنا دخلناها على العسكرية في العالم والحروب معايا حضرتك أما حضرتك صح نردع بقى الوقت كده الوقت بتاع العملية دي كده ونحن نعرف من حضرتك كي بقى الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني فخر ليه أنه يبقى هنا وسويا لنا هدف واحد أن الأجيال الجديدة تشوف اللي قبل منها أو اللي تولدوا قبل منها عملوا أي فقط لك تولدوا قبل منها الكمين ده ليه قصة بداية وظريفة كده هحكيها باختصار أنه عادة بنعدي كل اشتباك المدفعية نعدي نعمل كمان على العبرات الصغيرة وكده كنا قاعدين في منطقة بعيدة عن خط الجبهة في منطقة العين السخنة وكن عندنا ماتشاة كورة بين السرايا وبعضيهم وعلى بقى أزايز إسباتس وبتاعه حاجة أزايز إيه بتقول إسباتس ده مش إسباتس جمال ده كان حالة تاني يا شدي أليدي إسباتس مهلش عشان طب علينا المقدم صالح فضل قائد مجموعة 127 ساقة اللي تضم الكتيبة 43 ويجلنا ففرحنا به وتعايف أن طب تعايا حكم تعايا حكم كان هو وقت تعليمات أنه يجهز كمين عشان يعدي عشان الجبهة أما يبقى فيها زيارة من قائد كبير بتبقى الجبهة متلمعة اللي ستطلع بيلاحظ يقول أيوه في حاجة في حاجة جاية كده يعني زي عندنا بالضبط ما بقى فيه مرور تلاقي الأعلام طالع وحاجة من دي يعني مع الاختلاف فالراجل ضحك طب استاذي منها خمس دقيقة القائد القائد ورجع أكلم قائد الجيش قال له أنا مش أقدر أطلع كمين النهاردة قال له إيه يا صالح ده قائد الجيش قال له أصلا عندنا مطشات كورة بين الصراية مش رفضا إنما حفاظا عن الروح المعنوية وفعلا حصل ورح جالنا حكم من مطشات الكورة وكلام من ده وخلصنا خدنا تشاش طبعا يعني ما كانش فيه تشاش ولا حاجة بالكوز ورحنا الميس وكان لابس بجامل ميري دهيت ولايته ندهني تعال معتزة عايزك رحت له أي فن قال له عدنا جاب سجادة فرش على الأرض فرش الخريطة قال يا معتزك تعمل لي كمين في الحتة دي الحتة دي كده فسحة يعني 40 آه فسحة 40 50 كيلو أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فعادت بصيت خليطة فعلا والرجل ده كان فيه مسته انه هو كان كل القادة بتاعنا صراحة بيدينا فسحة من القدر ان احنا نفكر ونخطط ونقول عايز هنا عايز هنا عايز هنا ونعمل ما بدلنا واخترت فعلا منطقة او حتة الطريق فيها في زاوية حدة جدا قلت ايو عايز الحتة دي اللي هيقل فيها الصورة اللي هيقل فيها الصورة دي كانت على مسافة حوالي 10 كيلو وشوية على بعض على بعض 10 كيلو من القنال طيب هتعمل ايه قلت له هعمل كازا 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 يعني اللي عمل اننا هحط عبوات على اجناب الطريق يمين وشمال وهم يهد السرعة هفجر الابوات ده هيت وربنا سهل اجيب البني ادم ده قال انتو عايزين وكذا قال لي هتعرف تفجر قلت له دعنا حريف ست سمك فانهم يعني قال لي طب بكرة الصبح تاخد الناس بتوعك وتروح تعمل كمين في ارض مشابهة وانا هعدي عليك وانت اعمل ما بدلك وانا علي احميك طول فترة التنفيذ طول فترة التنفيذ طول فترة التنفيذ بتاعتك هحميك هعمل لك مدفعية تضرب لك مربع اصدلع وانت موجود في النص والخداع اللي بيحصل انه مع تفجيرك المدفعية تضرب بحيث النقطة من الواحزة بتاعتك ايه لتعال الاسرائيليين ما تعرفش المصري بدايب هيبقى ده مدفعية ولا ده كمين ولا ايه بصد تمويح على الهم خلاص فان روحت اخدت الناس بتوعي فعلا لبتت على مسافة حوالي 12 متر من الطريق فقط فنفحرش لان الناتج الحفر بتاعنا بيبقى لون مختلف حيب اخدر فبنجيب كده الحشيش اش اخدر لون اخدر حيب الرملة مختلفة يعني رد بشوية كده ونرأي طبعا ان في ظهرنا جبل مثله كله نقطة من الواحزة شايفة والشمس بتطلع منه ان ظهرهم يعني ضربة فيه نحن فيلاحظونا يلاحظونا وغطيت نفسي بكده الحشيش انا ومعايا تسعة تمانية من الجنود وضباط الصف يعني وظابط لسه جيد متخرج جديد كان اسمه قدري شرازي لسه متخرج قدخ خده كان انه يطعم اه النخيب احمد شاوي او الرائد احمد شاوي قال لي خده ايه يعني خدريك اتعبوه 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 يعني احكي الواقع يعني اشان الواحد يبقى ايه امين وفعلا لبت وعدى المقدم صالح فاضي يدور علي وقال له انا في الاتجاه ده ان احنا كنا عامنين كمين في اتجاه مش ناحية القناة الناحة العقسية بس في حتة صغيرة يا فندم توضحها ان الكودي او الناس فاكمل انها حاجاتوا كده لازم ما فيه الكودي دي وتبقى طولها متري اه اه ادي الترابيزة يعني ممكن اه ادي الترابيزة وعشان نقدر نمسكها لانه عشان ما اضطرش كمان احنا كنا فيه شهر اتناشر والهوى ومش الهوى حاجات كثيرة يعني طبعا الواحد في هذه الاسناء اما بيفكر بالتزان وبهدوء لاتيجة كتر العبور وزي ما كلمت مع حضرك قبل كده بتبقى حاجة لذيذة وبتبقى متمكن من عملك فبتقديه بطريقة صحة وبطريقة مفاجرة بتجود فيه بعد كده اه بتجود فيه وتبقى سهلة العملية بتبقى سهلة ايوه مظبوط كده فالمهم عده وهو رايح بالعربية جيب يدور عليه ما شافناش فهو راجع كنت حط عبوة صغيرة بصراحة جنب الطريق اول ما جات جنب العربية ورحته مفجر راح طائر الايه المشمعة بتاع العربية كله وازاز العربية طار وبرنته طارت والسواء يعني بس فرح سواء وقف العربية ونزل هو ورحت لانا ايه مواقف بس هو اول ما سمعت شكل ايه هو بيقول انا قلت عفارم عليك وجاي يجري انه بيحض وانا رحت مفلسع في الجبل هو كان بسم الله واشالله طويل وقلت يا دربني ولا حاجة ايه اجري بعد انشوف ايعمل ايه وفعلا نفس الليلة قالك هنطلع النفذ الكمين بس نسأل المهنسين العسكريين اللابوات اللي انت هتعملها هتأثيرها هعمل ازاي فكان جنبنا كتير ثمانسين عسكريين جبنا الناس وسألناهم قلت هحط ثلاث شكاير في الحتة الدايقة وشكرتين في الحتة الواسعة وهفجر وحط مع التي انتي لان الشكارة مثلا فيها خمس ستة كيلو شوية زلط وبتاع حاجة ازاي كان فقالك الموجة الفجرية طلع لو عربية نص جنزير هتطير الولد اللي على الرشاش اللي فوق يعني شوف بقى سمولنا فجرية حالية فقلنا اي حاجة تانية تبقى يعني حاجة كويس وفعلا جاهزنا القصة دي وكنا بعتنا على طول الصبح على الرواعي جبنا سلك لونه رماضي عشان التوصيل الهوات اي عشان اتناول تكشف الهوام بتاع ما يبنش اه وفعلا جاهزنا نفسنا وكان عبارة مجموعتين مجموعة اللي هتنفذ كمينه مجموعة الساترة اللي هتقعد على الساتر الترابي بالأوارب تخبيها وتمواها واللي بتقعب تحميك اه بتقعب الطريق مين وشمال وهتقول لي العدو جاي من ايه كانت بقيادة حمد الشرباكي الملازم اول في هذا بقى تصبح حمد الشرباكي وجاهزنا نفسنا ويعني كانت قصة مشهورة وان ايه حمد الشرباكي كانت خطبته مع سامية فقلنا لو قال لي في اللاسلكي سامية هيبقى سامية دي يعني واحد يعني العدو اللي انا هشتبك معاه جاي من السويس وكان ليه احد دفعتنا تاني الله يرحمه اسمه رؤوف ابو سعدة كان متجوز واحدة اسمها هالة الزرقاني من بورسعيد فلو قالوا لي هالة يبقى انا عارف جاي من الشمال خلص بقت واضحة دلقتي لو قالوا لي بطة مع سامية يبقى في عربية مجنزرة او عربيتين مجنزرين جايين معها يعني حاجة تقيلة وبطة مع هالة نفس القصة وبقيت اسماء كودية وبقيت محدش هايفهم حاجة خاصة لو ترصد والحمد لله وعدنا عدنا من بالليل عدنا الساعة 12 تقريبا مشيت يعني عدنا وصلت جنوب النقطة اللي انا هعمل فيها كمين بحوالي كيلو ونص وعديت على الجبل ولفيت من الجبل جوه في الحجارة عشان ماليوش رغليك محدش وروح تراجع على النقطة اللي انا هعمل فيها كمين عشان محدش اصارك هتختفى ورا الجبل وديتهم في حتة بعيدة وبعدين يعني كنا في الناحية الشرقية من الطريق لان اللي بيعديه بيبص على العدو اللي هو احنا بالنسبة له عدو نحيات مش هيركز نحيتنا هاي حيبص نحض القناة هزي وفعلا رصيت الناس بتوئيه بالطريقة بتاعتي وحطينا الشكاير وهنا خفيف كده برضو بالحشيشة عشان ما نفحتش بطريقة وعديني السلك وقعدنا وكان معانا بززات صغيرة كده حطي فيها مية وكان معانا الشوكولاتة الكورونا وضح لحضراتكو بس حالة واحد بقى بيكمن عامل كمين يعني قولي بتقى خلصوا شغل الساعة واحدة مثلا حيوة بقى الساعة واحدة في الاعداء دي بقى لغاية ما امور ربنا امرا كان يعني مقدرا بقى اللي حيقدر بقى هوا مع نفسه بقى هوا اخذ بقى الاكل بتاع الاكل بقى شوكولاتاية بقى زائشات المايف بقى زائزة مع نفسه لو عايز بقى يعني يعني اه 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 كان نشغالين يعني كل واحد مع نفسه بقى خلاص انتهينا بس عشان نشوف الظروف اللي بيبقى فيها الحد بس ده رايح يعمل حد عشان مصر ففعلا كان معنا شوكولاتا كورونا كده كانت بشيلن فكرها الزرق اهداية اه كل واحد معها واحدة او اتنين والبزازات وكونا بصيط بشوكولاتا اوه لان طبعا ايه يعني ورقدين عالارض وحطين الكودة يحش علينا ومسكنها والناس قعدة مترقبة طبعا في شهر اتناشر في الجبل تلك تلك فمتأسف يعني اما نيجي الواحد نتبول يعني نتبول على روحنا متقدرش تقوم متقدرش تحرق خلاص خلاص لان بتدرى الفجر يطلع مالكش نتبول اه فعلى روحنا يعني طبعا بتتالك بعد كده وانت لغت الظهرية انت في مر الرؤية بتبقى بضع عشان الشمس لسا الفجر طبعا طلع علينا وبتسمع الديوكوهي بتدن الصبح من ناحيتنا واحدين طبعا كل شيء بتحرك اديك عشان ايه واحد يقول لك واحد تمام اتنين تمام وهكذا في وقت من الاوقات سمعت حد بيشخر فطبعا ايه واحد اتنين تلاتة اربعة 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 مردش في شتة خمشة اربعة مردش فيك فخفت نديله باسمه يعني خفت نديله يعني اي موقف ايه يعني تبقى مصيب اه طبعا فين وفين عدت الندي عليه بالراحة حبيبي ايه قدري يعني ايه في ايه تقوله ما تقومش خليك بس اصحى خلاص خدت نمتك خليك زم انت كان لسه او لسه متخرك ولسه يعني ايه يعني او متضر للنار عزي بقوله ربنا ما تسيب الخير وقعدنا مستنين كل شوية نفتحها يلا سلكي وقعتز يقولي حمدي خلاص وقعتز حمدي اوكي ما فيش حاجة خالص طلعت الشمس مع طلوع الشمس راحت معدية طيارة هليكوبتر اللي هي كل يوم بتفوت اللي هي كل يوم بتفوت عالطريقة وطيها على ارتفاع 3-4 متر عبارة عن فقع زاز كذا اسمها الويت اتنين انت بتقولك ان عينك في عين الطيار انما هو مركزين على ايه على الطريق وعلى الاصار وعلى ايه اصار رجلين اصار رجلين وعدت طبعا بنمسك كده حشيش عشان ما اضطرش ما اطرحل ايه الهواء انت عمسك عشرة متر بانها بس وعدت ومرجيتش تاني الحمد لله شوية وراحت مسمعين صوت طيارة سوفر بايبر كاب دي مروحية بجناح وراحت معدية برضو عالطريق مرة تانية وعدت علينا برضو ما حصلش حاجة بقت الظهر بتسمع الادان ادان الظهر وحنا الساعدين وانتوا من مثلا من اتنين او من الساعة اه من الساعة اتنين وحنا لابدين خلاص اه وشوية بفتح لسلك قال لي معتز السامية الشمال من الجنوب معتز سامية وقلت له والله انا هدأش عامل ايه طالله قال لي طب ان ما تيجي اتشاء الله ستالله هتطلع على عينك اتشاء الله باتيج وفعلا جاي من ناحية السويس وسمع صوت العربية جيب طبعا زنة بتاعتها دي جاهزين يا جماعة جاهزين شحنت الايه عشان التفجير الدينمو عشان التفجير وعدها بتادي هدي 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 عربية من غير كبوت قاعد الجنرال ده كان قاعد جنب السواء وفيه اتنين وراء قاعدين حطين البلد بتاعتهم حرسة اه من رجليهم كده قاعدين وراء بس عدى عدى هدى هدى خالص وهيلف روحتانا مفجر مع التفجير المدفعية ايه بتاعت تضرب النقطة المواحظة بقا روح تضرب بتاعت تضرب المدفعية وكان مفروض ان احنا بمجرد ضرب المدفعية ابتدي كل دقيقة اتحرك لان المربع النقص دلة بتاع النيران دا هنسحب انا هو بيحميني طول الوقت بس السئلة عربية رحت مقلوبة وروحنا ضربين النار خلاص بقى ما بقتش ما عدش فيه خيشة بقى اه روحنا ضربين النار على طول والاخر وروح طال عجري بصيت عليه لقيته خلص اه دفع كده فروح تقطع الكتفات بتاعته واخد المحفظة من جيمه وشنطة الوسائخ والخطة بتاعته والبقين كلهم ماتوا تأكدنا انهم ماتوا طبعا يعني نزودنا اه ورجعنا جاري زي نجري نرجع يعني 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 الله الحمد لله يعني ربنا ما ديني كانت صحة وكنت بطل اللي يقبل ان هي في الساقة ثلاث سنين واربع انها معقولي ما جريت عشرة كيلو في حياتي بالصعوبة ده هيت اول حاجة الارض غرس تاني حاجة زخرتك زي ما هي تالت حاجة بتجري تحت ضغط ما بين اليهود وضرب المتفعية وضرب المتفعية لا نازل بجري اه فبجري وكان حمد الشرباجي بيوجهني تعالى يمين شوية تعالى شمال شوية عشان اطلع عليه على طول ان هو اما عدينا بالاوارب هو حط الاوارب في بطن الساتر الترابي من ناحية خوضنا وغطاها بشباك التمويه وبالرملة غطاها وكانوا لابسين او كلنا كنا لابسين مفصلين من الافرول الكاكي طوائع عشان شعرانا ما يبانش انا ما عنديش بالخوض ابدا عشان الشعر يبان والجزم تبان فمغطيانها بالقماش لغاية فعلا جاري وصلنا لغاية قبل اما نوصل بمئة متر رح هو شايل شباك التمويه ورح منزل الاوارب في الميا ودور المواتير رجعنا جاري 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 رح تنطط في الاوارب بالمجموطين ورح راجع بينا على في قطاع كان كتيبة اسمها ستة بتويتين مشاة كان قائد كتيبة الله يرحمه اللوة ما كانش اللوة كان نقيب برضو اسمه فاوزي خليل فبصراحة يعني بيستقبلونا استقبال غير عادي طبعا بتقول الموشي الله يمسيهم بالخير جميعا وبالحضن وفي نفس الوقت يعني بيسبولنا الدين ليه بقى الضرب الحيطين دي يعني كده بيتعزقوا الطيران بيعزقهم وفعلا بعد ما رجعنا المدة دي كلها بالمساف دي كلها العربية النص جنزير جات من ناحيتينا عشان تقفل الطريق معرفو ما لحقنواش وعدينا وابتدى الطيران يشتغل كنا احنا خدنا بعضينا وإيه برا الله والحمد لله وطلعت في جورنال عطول وإسرائيل أزعت أنه هو قتل جراجة في تشخاص قطاع جنوبي فيه كمين نتعامل له والآخره ونزلت في الأخبار كان المفروض أجيب معها الأخبار بصراحة آه آه شهد اللوح نتازل العملية زيدية طبعا يعني احنا دايما بتعمل أغارات بتعمل أي حالة بتعمل حتى كمين بفضل ليلا عشان خاطر الليل سطار يعني آي آي كنا تتعمل بالنهار دي كتعايزة يعني آآ يعني فهم أصدح لك هي طبعا يعني اتعاملت مرتين بالنهار في ليسامبر توفيق في نفس السنة آه كان الزام علينا نعملها بالنهار نتيجة الأسلاك والراتش الموجود وكده وفي نفس الوقت ما هو التوفيق ربنا في إيه إنه متوقعش كمان يقولك بالنهار ده ويبقى مجنين يعني آه ينتحره آه دي 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 حاجة تروح لهم الحالة ما توقعهاش آه برضو عندنا ما أنا نفست الكمين وعادته من بالليل وهو يبتدي عدد ظهر مش ممكن بقى الظهر يبقى فيه حاجة استحالة يعني بتجيب نتيجة عكسية زي ما الناس يقولك إزاي ده تكشف لا ما حط العكس لفتراض العكس إنه هو مش متوقع استحالة روح لهم الحالة أو ليل زي ما يكون يعني فأ الشغل اللي شفناه في موحد جوليا وفي سينة وكلام ده وانتو دهس في سينة كتير يعني يعني من أيام يعني دهستوها كويس سواء الصعقة طبعا دهسام من أيام طبور طويل والتدريب والتدريب وفرق الصعق والكلام ده كله والعمليات والسنزاف والحالات ده كلها طيب نخلي السؤال والإجابة لبعض الفاصل يوم واحد يقولي السؤال اللي كنت بقول لحضرتك يعني أنا في رأيي إن ده إراية جديدة في أوراق هي السابتة طول عمرها وليش مصر يعني من يوم نتكلم عن البطولات هي موجودة في هذا وليش من يوم ما ربنا خلق هذا وليش في مصر هي هي بس إراية دي ده الأشخاص بدل معتز يعني آخر يعني آخر حالة مثلا يعني مش عايزة أول أسماء وانسى بس عبد الرحمن الله يرحمه الشهيد رون دي خد طلقات وكان دي يعني وصيب وصابة موت يعني واحد كان بيموت بينزل في جنبه وخلاص انتهينا فصمم وقعد يعني ما رضيش إخلاء وقعد موت 12 واحد من الإرهابيين هي هي الإراية إراية في فقماشة واحدة قماشة بتاعت الجدي قماشة واحدة من أولها لأخيرها هي هي النسيل هو هو النسيل ما تخافوش دي على ليش مصر رأي حضرتك والله كلام حضرك جميل جدا لأنه أنا مش هعمل مقارنة أنا بقول قصة بتتكرر في 69 احنا عديني 140 على سيمبل التوفيق ورجعنا 141 مات مننا 4 بعد ما وصلنا بعد ما رحنا وجينا واخديني وهم رايحين واحد متقطع عشرين إيه يعني قبل ما ينفس قبل ما ينفس خلاص ورايحين بيقدف يعني كل ما بيقدف كل ما قلبه بينبط كل ما بينزف أكتر ونفس عملية قاعد فيها ساعة ورجع بيقدف والقارب بتاعه نصه غرقان يعني المجهود زيادة إنما زي ما يقول كينا بتخش عملية ربنا بيديك حاجة تعمل سويتش أوف يعني بتنسى قدرات كم هي قدرات طلعة والإدرانالين ومشاكل إنما بتنسى أي حاجة بتفكر فيها مهما كانت هي وبتنفس بتنفس بتنفس الواجب بتاعك آه لغاية أما رجع يعني أبو حليم ده رجع شال القارب طلعه برة بعد أما رجع بعد ساعة ونهار غيره واخد طلقة تحتباطه معدية من كدف النحية التانية طلقة نص بوص قد كده وبرده ما ماتش غير بعد أما رجعنا يعني أربعة استشهدوا بعد أما وصلنا بعد ساعة وشوية فنفس الشهيد ده آه واخد دفعة ناشا طلقة ينهار سود يعني يعني غربال بقى إنما التركيز بتاعه كامل إنه هينفذ هينفذ مهما حصل فما بيحسش بدا ربنا بيخليه ما بيحسش فهتشوف حضرتك اللي هتلاقي ايه على مر الزمن هي نفس القص هما هما نفس القص التاني اللي ضربوه طلقتين في ظهره وكان ماسك البندقية بتاعته بيدرب لغاية ما استشهدوا وماتوا مش عارفين ياخدوا البندقية خلاص أفلت عليها أفلت عليها فهو ده في نظري من واقع اللي شفته في حياتي هو ده الشعب المصري هو ده المصريين هما دول خير أجنال الأرض هو ده المصري وإيمان ما حصلش إيمان ما حصلش صدقني حضرتك ونسيج اجتماعي ما حصلش ما حصلش سواء مش عايز أقول إيه ولا إيه إحنا نسيج اجتماعي ده عمري معدت في عملية من العمالات اللي عملتها والشويش اسمه شكر حبيب مجلع يقف يصلي معنا أبو سلام يا شكري يقول لي هتنفع فانتما هتنفع واستشهد في السامبرطو فيه الثلاثة عشرين استشهد وهو مع مع زغل الفتح كتيب وهو الواحد رح له جار يقلق واخد طلقة في دماغه حوله والولا هو ما كانش المجموعة اللي هي بتاعت الشمال عدد لوحده طب يعني هم دول خير وكانت الصح وبعدين بقول إيه إحنا كنا تولدنا في وقت كان البلد كلها في حرب الشعب في حرب كل الناس في حرب أما تيجي حضرتك تبص يعني طب رأس العش مش في 30 يونيا واحد يوليا واحد يوليا مش كده مش ده واحد يوليا برضه أنا أتكلم أن يوليا ده شهر شهر والعملات عبر ستوفيمة في يوليا برضه ويوليا برضه يعني هي بتيجي كده يعني سبحان الله إنما زي ما تقول في عملية موسمية كده بتحصل في الله شعور طفح كده جلدي بيطلع أن الناس دي بتنفس بتنفس من سواء في يوليا في أي وقت أنا ما بحضر التدريب بتاع الساقة ويوم التفوق أخسم لك بالله اللي من الأيام دي شعري بيقف شعري دماغي بيقف من كتر بسم الله ما شاء الله كفاء ما يجي حد يقول لك جيشة أيام دي غير جيشة لا 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 عبد الرحمن يا نصرته هو الشهيد عبد الرحمن أيه ده جندي مجند عايز بمناسبة دي ربنا يرحم يا رب ويعني نحتسبك عد الله شهيدا يا ابني عايز أقولي ست اللي هو معتاز بالمناسبة ده جندي مجند بس عشان فيه واحد طالع بيتفلسف من يومين قصص في الجامعة بينظر يعني قال لك لا ما يقوليش مصر بيكذب وإن الصور اللي هو اسمه الثمين اللي كانت مولودة على الأرض بتاع الارهابيين دي من حرب باكستان مع أنه طالبان بيلبسوا انت عارف اللبس بتاعهم يعني بيلبسوش أفرارات مموهة ولا بيلبسوا لبسوا شكل ديش أيه وإنه الفكرة كلها أنهما واخدين ولاد الناس الغالباء ده فكرة التهييل وفكرة إصارة أهلين البسطاء إنه ولاد الناس ما لهمش علاقة بالكلام ده كله أكبر دفعة مؤاهرة عليا داخلت قوات المسلحة مؤاهرة عليا متوسطة متوسطة في حرب السنزاف وحرب تلاتة وسبعين اللي هم قبلوا بلاء حسنا لأنه هم بيهم بيهم وحاجات أخرى بالتدريب اللي حصل طوروا فكر القوات المسلحة وطوروا فكر استخدام السلاح وطوروا أسلوب تطبيق التكتيكات المختلفة بفعل زي بالضبطة بحالك بتلاقي مهندس شغال ماسك غلق بتاع أسمنته وطالع بتلاقي المهندسين لما يجيب تكلفون بحاجة ده اللي فهمه فإنما الفلسفة اللي هي ويتنظر فيها بتاع الأخوة دولت بيبقى فيه ناس غلابة مالوش مالوش وزن فبيعمل ايه بيشكل رأي مخالف ورأي مخالف بطريقة مستفزة عشان الناس تيجيب سيرته بس دول مرضى دول مرضى زي ما حدك بتقول الأخ الفلسفة دي أنا بعتبر دولة مرضى إنهم يطلع برأي مخالف خالص عشان ايه الناس تقول ده فلان قال وفلان قال ويجيبوا سيرته والأخروفة بيحس بمتعة إن الناس بتجيب سيرته شكتر له لقال ربنا يهديهم ربنا يشفيهم ربنا يشفيهم بقى زي كان مرضى الدكتور ما تزق لنا النم مرضى ربنا يشفيهم يعني زي كانت المسألة كده نردع في العملية بتاعة بورتا وفي وانت كنت في العملية دي وشاركتوا فيها وأنا بعتقد دي من العملية اللي أسمت ظهر العدو كانت جميلة والله العظيم كانت جميلة وتوفيق ربنا فيها فوق الحدود فوق الحدود يعني كل يعني التنفيذ فتح الصغرات تربيب بنجلور من أيام الحرب العالمية وبعدين يعني نفجرنا الـ 14 الصغرة وبعدين ما لقناش ولا لغم والحمد لله إحنا ما خططناش على من العكس الإرغام كلها في الخلف كانت خفيتينه من سينة هم توقعوش أن نكتلهم القناة يعني وبعدين بتعدي بـ 14 قارب بـ 14 مطور وبعدين وطلقات المباشرة بتاعت المدفعية بترف فوق دماغك يعني فالتخطيط ليها عشر على عشر التدريب التدريب يعني الخبر الروسة المجوم كانوا في الأول حضروا هذا الكلام المترجم قال لك بيقولوا عليكم أنت شوية مجانين أو الله العظيم قال كده شوية مجانين كان فيه تلاتة خبر الروس تلاتة شوية مجانين بيدربوا في بعض يعني القدرة على التحكم في السلاح من كتر ما يعني خدنا الثقة مش في السلاح بس وكل واحد كان بلفقيته بتاعته باسمه هو ما حدش يستعملها غيره وابتدى ينشن من الجنب زي أفلام الأمريكاني ما بتعمل بقى وجاري كوبر ومش جاري كوبر أياميها يعني عشان يضرب على كوز قد كده ويجيبها يعني كانت حاجة فيها متعة أكتر منها زي أن عملية حربية بتتنفذ بالطريقة تمامة فاندم ده لا 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 ففيها تكتيكات صغرى عشر على عشر المفاجئة فيها عشر على عشر استخدام الأسلحة والدراسات اللي اتعاملت وبالنسبة للدراسات دي يعني بشكر المرحوم الله يرحمه بقى الأبطان حد كريتلي كانت ساعتها يعني نائب رئيس ساعت خانس سويس اللي شرح لنا عملية المد والجزر والأمر ومش الأمر وكلام من ده وده اللي مكننا كان اللي هو صالح فضل والله أحمد شوقي كانت ساعتها مقدم ووراقت عشان يدرسوا أني أحسن وقت عشان المد والجزر يبقى على مد ويقف لمدة قد إيه عشان نلحق نرجع يعني حملية و73 استفادوا من نفس الجداول نفس القصة يعني والمهندسين العسكرين اللي كانوا معانا عشان ما نقللش من قدرهم اللي عملوا الأوارب والمواتير وصنوها وكلام من ده وبرضو هيئة قناة السويس أنا بتكلم بجيب سيرة المدنيين اللي كانوا متفاعلين تماما مع العمليات وكل ورش هيئة قناة السويس كانت مصخرة لازم موضوع لما تبقى عملية بعمل هجوم بفوق الميت مقاطر 141 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 151 151 162 161 162 162 172 182 202 213 203 214 214 214 214 214 224 الأمور ما بتبقاش من فوق لتحت أوامره بس إنما بدي بتعبر في الحالة دي عشان اللي عايش ما يعرفش ده اللي عايش ده فكرة إنه إزاي ما فيه تلاحم ما بين القائد واللنود وتلاحم ما بين القائد الأكبر واللنود ومن الأسار كل أسرة واحدة وكل مسألة بالحب أهم من ده كله فكرة العقيدة والانتماء والتضحية والإيمان وكل الكلام ومش هتصدقني حضاك إما بيقولك إن الواحد بيبص الناس بتوعه بيعرفوا أنا عايز أقول إيه من كتر التلاحم وفهمنا بعض خلاص بيبص بس ما حدش بيصدق كلامتك إنما فعلا بيبص خلاص فهموا الفكر بتاع الواحد عمل إزاي فبالتالي ما ببص بينفز إيه وعايز من القرن ما تقول ديله حاجة خلاص وفي أياميها يعني بيقول إنه كيش الدفاع الإسرائيلي أو الصهاينة دولت كانوا محظوظين لأنه يخصم لك إحنا لو كان عندنا كواتم صوت بس حاجة صحيح والله ما كانوا قاعدوا فيها يعني المدة اللي قاعدوا هذي كلها اشرح بس ليه كواتم صوت عشان أنت كنت بتدرى فبتعمل زيتها فبيلول أه لأول أنا بعمل اختراب مصطور للهدف بتاعي وهو عنده أكيز تكشف رؤية ليلية بالتكسيف الضوء إيه أو الإنفرا رده كلامين ده فواحد فينا بيتكشف غصب عنه يعني بيتشاف فلو كان معاه كاتم صوت متركب على السلاح بتاعه اللي بيستعمل من أيام الحرب العالمية اللي بيستخدمونه في السينما الأمريكية آه يعني الحرب العالمية يعني كلينت إيسوود ومش عارفه بيش يعني كان خلص الموضوع كان الكشفه ده مات في لحظة من غير ما حد يحس وكنا نفذنا عملياتنا كلها بدل من إيضابها إلى عملية صخبة قبل معادها يعني هو كان بيتطر أن يضرب طلقات قبل ما يوصل عشان خاطر يخلص نفه فلو كان لو أنا بس معاه كاتم صوت كاتم صوت بحاجة يعني ما كانش موجودة أيامين وإحنا ثلاث ما كانش موجودة كانت الصروف كانت صعبة الصروف كانت صعبة كما وكيفا كل حاجة يعني الفرد اللي جاي من سعيد مصر وجاي من فلاحين مصر وهو الأخ وبيتدرب كويس بيتعامل كويس قوي بتلاقيه جاي بيتلبسه أفرول مموة بيفتح البرينج بزرار بيشمر بيقفز جزمة روح يا وحش تعايف دائي بيصدقك مع الإيمان الموجود اللي هو اللي طالع بيه من بيته الإيمان ده وما بيجي تقوله تعالى نموت يقولك أنا معاه الأرواح بيد الله والعمر بيد كده كده ده وبعدين التلاحم اللي عايز بقوله برضه ودي كده يعني لو حدك روحت تتصعق النهاردة هتلاقي على البهوبة مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم روح مأم بينهم أشداء على الكفار دي في حد ذاتها إن إحنا كمصريين يعني حتى لوحد ساعة في الشارع بيتخانق أنا نفسي بقوله لو سمحت أنا بتخانقش مع مصري جاي مش هيحصل فأنت شوف عايز إيه وأنا راضي يعني بتكتم القصة على طول بتنتهي بتنتهي عشان التلاحم أو التراحم فيه ببنانيا ده ما عرفش يعني حصل خلل في السنين سنة ثلاثة أربعة اللي فاتوا مش عارفوا سببه يعني أنا مش عارف سببه يعني إنما يعني أنا فخور إن أنا مصري ومن هذا الشعب والجيش المصري سواء كان وحدات دفاع جوي ووحدات ساعة زي ما يكون طالع من الشعب المصري ده مش من بره ولاد الشعب أه ولاد الشعب ده واللي بيموتوا دولة ولاد الشعب ده برضو واللي يقف ضدهم واللي بيعمل كده ربنا يجحموا إن شاء الله مطرح مراح وهينتهوا إن شاء الله هينتهوا عشان الخيانة أسوأ حاجة في العالم فيما يخص الإيمان وإنت قلت النوم لها مهمة أو ساتين نوم أتازل إن كل واحد دي من بيته من بيته مزبوط عايز أقول بس عاقب ده أنت الساقف القوات الخاصة يعني ما حدش عارب يعني الساقف بتاع فرقة السعقة دي أنا رأيي إن اللي بياخد الفرقة دي فرقة السعقة أنا رأيي يعني كده ده رأيي بسيط لنا إنه ده خلاص يعني ده داخل الجنة أنا رأيي من اللي شافه من اللي شافه وهو الفلسفة بتاعت إخوانا فالفلسفة فيها كله إنه بيحط هذا المقاتل أو الفدائي ده تحت أسوأ ظروف اللي تيمكن أن أتحملها بشر ممكن يعود ثلاث يام ما ينامشي غلاسة بقى إزاي وإزاي بيعود ثلاث يام من صحيه ويشغله وبيعمله عشان ما ينهرش فبيصنع حاجة تانية إزاي بقى بيأهلوا نعمل ده هي دي النقطة هو ده النهو بتاع الحدوتة في القوات الخاصة إنشاث دي ستبقى في ذاكرة التاريخ إنه ده مصنع الأبطال إنشاث دي كقوات خاصة صعق ومزلات حتبقى في ذاكرة التاريخ الحتة بتاعت إنشاث دي إزاي بيتأهلوا بقى فيقولوا بقى أنك إنت المموز وإنت تفتح الزرار وتشمر وتعمل آه وبعد أنت بتاخد علاوة خطر ما كانش ساعد علاوة الخطر دي إنت عارفين كالكاد تنطم الطيارة ويعمل العمال اللي بعملها دي كلها كانت 12 نية يعني 12 جديد بعد ما زاد هي 4 جنيه 4 جنيه 4 جنيه طبعا يعني علاوة الخطر فهو بيأهله نفسيا بالطريقة اللي هي على أرض المحركة وميعرفش يعمل هذا الكلام إلا أخواننا لدول طبو بيورسوها يعني ده ليل مع ليل بيورسها فبيأخد شاب مدني بعد 6 أشهر ده تحول لوحش بقى أفدائي بقى واحد غير عادي الجزء اليماني اللي طالع من البيت دي هو المصريين عملوا في ليش مصر عملوا إيه كانت فكرة بسيطة جدا كل الناس مؤمنة بالموت وكل الناس عارف الملحد مؤمن بالموت والمتدعيب بيأمل بالموت واللي مالوش الدين بيأكل وكل وما حدش عارف حيموت أمتى ما فيش وصة ما حدش يقدر يدفع قرشين ويطلع بره عن المتاع طالما أننا كل واحد حيموت وفي وقت احنا مش عارفينه طيب إذا كنت حموت دلوقتي ما أخد كام كلب معايا من دول وإحنا وعقنا دا الكلام اللي بيتقل بعض يعني حموت كلافتيس أخد معايا حد بقى وإذا كنت حموت بعد سنة بعد اثنين تلاتين دي فرصة أن أنا أدخل لو زي ما كان لو ما أتازل بقول إن كنت بتتكيف يعني أنت عملت جود متى دخلت وقسرت حجز الخوف ما يعملش ده إلا إلا ليش مصر اللي طالع من هذا الشعب الشعب المصر ده ما لهوش كتالول والله العظيم ثلاثة محلوك كتالول ولا حد يعرف يبان بسيط مش عارفه يعمل كده وتفانع بيفانع العالم بحدات غريبة الشعب زي ما فانع مصر ومصريين إنه قد من ولاده ليشنا كان مليون وثلتمائة ألف ولاده ما كانش فيه حد أسر إلا ما فيه حد في ليش مصر في ثلاثة وثبعين ده كان صح لو تشوف حضرتك كمان الواحد يمشي في الشارع الناس بتقابلوا إزاي ولا يعني أيام رأس العيشي كنا ببرسعيد أنا مورود ببرسعيد عمر ما تخيلت ببرسعيد كده عمر ما تخيلت الأهل ببرسعيد كده ولا السويس يعني يتلموا عليك ويأكلوك ويشربوك ويعني ويحضنوك ويبوسوك وما تعرفهمش إنما الروح بتاعت الشعب يعني بسم الله ما شاء الله كانت مصر كل عشر عشر صراحة يعني هذا الشعب شعب يعني غريب صراحة أنا بقول شعب غريب في ملاحم وفي في الجدة بيظهر بيظهر بتطلع بتطفح من جواه رصب عنه الروح الانتماء بتاعته عشر ع عشر ده كلام صراحة هو 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 الشعب هو زي ما حضرتك قلت قلت ديش ده ولاد الشعب ده أنا ما حد يقولك ديش والشعب ييد واحد يعني ايه ديش والشعب ييد واحدة مع الشعب لما يبقى ده من ريم الموزنبيق وده ريم من هنا وقاعدين بقى محطين دهم مع بعض إنما دوله لجنة ده أخويا وأخوك وابني وحفيدي وكده إنما بقى شعب دلوح متازن تعرف إن الحرب الحقيقية الحرب التي توازي حرب الإرهاب في السيناء دلوقتي والإرهاب اللي داخل محافظات مصر بالظبط بدي في حرب تانية كلامية الكلام والإشعاعات والحباب دي طبعا طبعا بتقول لشبابنا اللي هو مضحوك علي للشباب المضحوك علي هي زي ما حالك بتقول كده الحرب إيه اللعبة في الدماغ زي بقول إن الناس اللي مش كويسة لعبة في الدماغ الناس كويسة أيوة خدت فترة عملت عملتها والآخر البقاء للبلد إحنا بروح نار وجنة وكلام من ده البلد قاعدة المصر مش هتروح هنا ولا هنا مصر هي اللي علمتنا وهي اللي قاعدة بقول للشباب مش عشان واحدش عربيت لأ إحنا تولدنا في وقت قابل منكم الموجودين دلوقت أنا قدت على مثال بقى مثلا الاخوات الخاصة من الشعب والموجودين ما بحضر اليوم التفوق ما بصدقشي إن فيه ناس على هذا المستوى من الكفاءة دلوقتي آه إيه إيه مش ممكن تدربة السعقة مش ممكن مش ممكن يعني إيه الدقة وإيه الإحتراف هذا الاحتراف فريق محترف عايز بس إيه هات له فريق يلعبه هات له فريق لعبه ربنا قرمه ومتدال لهم ومش أعمال ومش أعمال دلوقتي أفنسين ربنا بديهم برزا وفي إشعاعات ومحدش عارف إشعاعات ومشعاعات إن هم الناس يعني 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 يقولك إحنا طايحين واني يقولك ربنا قرمه يعني طايحين يعني اللي موجودين الوقتي هم برضو شبابا ما تلاقي واحد ملازم ملازم أول نقيب رائد غاية عقيد ما هو شباب غاية 30 ساعة ما هو ده شباب ده شباب وبعدين الحرب مش حرب الأسلحة بس لا الحرب ده هو البلد بقى في مقاومة شائعات أو عدم تصديق أو أدي اللي عليك بما يرضي الله وديني إنتاج صح أو الأخر إن دولة مش هيكمله من غير ما أنت تشتغل وده اللي فعلا كده على مدى التاريخي والحرب إحنا مكناش نقضي نكمل إلا الشعب كان بيشتغل فعلا طيب آخر حاجة عشان وقتنا خلص الرئيس فاجئ العالم كله فاجئ العالم كله وفاجئ الارهابين اللي هناك بحاجتين إنه عمل زيارة عشان بقول لك إذا ممكن أنه حيحتله سينة واللزيرة بتقول لك إنه خلص بقت ولاية ومش عارفين والأخرى أنه راح وهو ضيد زي العسكار الجنرال القائد الأعلى لقوات المسلحة صح صح ولا يعني الناس بهم أنه هو رايح مثلا معها جيش جراري عشان يحميه لا لا مش عفتح السيسي مش عفتح السيسي عفتح السيسي مقاتل يعني على درجة كبيرة من الخبرة وإنما مقاتل عادي زي بقيت مقاتلين حس إنه هو واحد أو حاسس وعارف مش حاسس بس إنه هو واحد من دولة وقال لك أنا رايح بنفسي بص في الحصار جلده مقير ومش عارفه مين ومجوم عند السويس عشان يقول لك إحنا بنفسينا موجودين عا فين وفين وفين منها قصة يعني الصهينة شائعات وأو الأخر إنما الناس القوات المسلحة أو الشرطة الموجودين أما لقى رئيس الجمهورية في وسطه عند خط النار زي بيقوله إيه تاني إيه تاني دي دي هرد فعلا غير عادي شاتل معتز شرقاوي مشكورك اشترفت بالقاعدة معاك وشكل بالحوار ده وطبعا أنت عارف قدي أنا بحبك معتز والله الحال من بعضه ربنا دي من وده والاحترام وربنا يصلح حال مصر يا رب شاء الله والناس اللي مش فاهمة تفهم وتعرف أن اللي بيحصل في مصر القتل أو الأخر تفتكروا بعد القتل والحاجات دي مصر هتسأت مش هتسأت تفتكروا بعد القتل والحاجات دي هتاخدوا حكم حكم إيه يرجعوا يا حكم مصر في خير إن شاء الله الله يخلى حدراتكم وعايز أقول برضو أوعد تخافوا أنتو في ظهركوا ليش جامد أوي ومقاتلين جامدين أوي 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 سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليهم من 1400 سنة خير أجناد الأرض هم بنود مصر تسبوع على خير